بعد مرور عام على اندلاع حرب غزة استطاعت إسرائيل أن تغتال العقل المدبر لطفان الأقصى الذي اندلعه في 7 أكتوبر 2023 يحيى السنوار زعيم حركة حماسة بتقول أنها اغتالته بالصدفة في جنوب قطاع غزة طبعا بعض المحللين بقولك مش صدفة ولا حاجة لكن في كل الأحوال وصلت إلى العقل المدبر لأحداث طفان الأقصى التي تسببت في مقتل 1200 إسرائيلي واندلاع حرب غزة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في غزة تلتنهم من النساء والأطفال وكبر السن طبعا طبيعي إسرائيل تتهلل ونتنياهو يبتهج فدي تعتبر إضافة لي على الجبهة الداخلية اللي بيعاني فيها من تحديات كثيرة تهلل لما اختال إسماعيل هنية ولما اختال حسن نصر الله وفؤاد شكر فالنهاردة تعتبر بالنسبة له انتصار أنه وصل إلى رأس حركة حماس الذي دبر طفان الأقصى الولايات المتحدة شافت أنه قد يكون فرصة للوصول إلى وقف إطلاق النار أو تحقيق هدنة وإنهاء الحرب في غزة لكن إسرائيل بين يميننا تنياهو قال لك اختلنا يحيى سنوار ووصفوا بالشر ولكن الحرب في غزة لم تنتهي يحيى سنوار من موليد 29 أكتوبر عام 62 في خان يونس في قطاع غزة في عام 1989 حكم عليه بالمؤبد نتيجة عدة أحكام من محاكم إسرائيلية وخرج بعد قضاء مدة 22 سنة في السجون الإسرائيلية في تبادل مع الأسرة مع الجندي جلعات شليط عام 2011 طبعا هو يمتلك المهارات كثيرة جدا هو جمع في إيده ما بين البعد السياسي والبعد العسكري في حماس كان رقم مهم جدا هو هز هيبة إسرائيل واخترق أمنها وكشف وهن استغباراتها في 7 أكتوبر 23 قاد كتائب القسام وكان أيضا عقلا سياسيا وبخاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية هو شاهد في عهده يعني عمقا في العلاقات ما بين حماس وإيران أكثر من أي مرحلة سابقة فهو بالتأكيد كان شخصية مهمة وكارزماتيك وشخصية كارزمية ولهو حضور كبير جدا إسرائيل اختالت ناس كتير جدا من حركة حماس وقيادات في مراحل سابقة يعني دي مش أول اغتيال لها بالنسبة لها يعني يعني يحيى عياش نتذكر الشيخ أحمد يسين إسماعيل أبو الشنب إسماعيل هنية عبد العزيزة رنتيسي وأخيرا يحيى الصنوار ففكرة استهداف القيادات بالنسبة لإسرائيل دي مسألة هي معتادة عليها منذ عقود في العلاقة بينها وبين حركة حماس وإن كان طبعا ظروف الحرب في غزة جعلتها بوطيرة أسرع واستهداف أوسع نطاق هو من أقوى الشخصيات يحيى الصنوار في الداخل ومن الطبيعي أن اختفاءه سيؤثر ويربك حركة حماس صحيح حركة حماس مش هتنتهي لكن ستتأثر واللي يقول إن هي مش هتتأثر يبقى برضو في قدر كبير جدا من المبالغة لا هي مبالغة إن هي الحركة انتهت ولا هي في نفس الوقت إنها لن تتأثر بالتأكيد هتتأثر على مستوى التخطيط والفكر هتتأثر أيضا على المستوى المعنوي لكن مرحلة ما بعد دايما هي بتشغل كثير من المحللين يعني ما بعد اغتيال يحيى الصنوار هل الأوضاع ستهدأ في غزة هل إسرائيل ستوقف العدوان على غزة هل سنصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن هل سيتم ترتيب الأوضاع في غزة على نحو يجعل هناك إمكانية لعودة الحياة إلى قطاع غزة الناس بتتكلم إن شمال غزة بيتمحي يعني والكلام ده بيقولوه مسؤولين غربيين مش بيقولوه ناس من المنطقة العربية ولا فلسطينيين ده مسؤولين غربيين في بريطانيا وفي دول أخرى بيتكلموا على إن هناك محول شمال القطاع مفيش مساعدات إنسانية بتدخل رغم إن إسرائيل حاليا هي قوة الاحتلال للقطاع وهي صاحبة الولاية العسكرية والأمنية على القطاع والمفروض إن هي السكان مسؤوليتها باعتبرها قوة احتلال لكن طبعا في معاناة على مستوى الغزائي ومعاناة على مستوى الطبي ومفيش مساعدات والأوضاع متدهورة للغاية فضلا عن تدمير طبعا البنية الأسسية لغزة وتدمير المنشآت وحتى الناس مش عارفة توعد فين يعني الناس هجرت أكثر من مرة داخل قطاع غزة بيتدخلوا من مكان لمكان 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 فطبعا مشكلة معقدة جدا ولابد من الوصول إلى نهاية هل يحيى الصنوار هيبهو النهاية ولا إسرائيل زي ما أعلن بنيمين نتنياهو إن الحرب مستمرة طب الحرب مستمرة إلى متى وما هي أهداف هذه الحرب التي تحققت وما هي الأهداف التي لم تتحقق هو عايزي حققها كل ده أمر مش واضح فطبعا إشكالية كبيرة جدا وبالتأكيد هيأثر اختفاء يحيى الصنوار على معنويات حركة حماس لكن الحركات العقائدية والعسكرية من النوع ده لا تتأثر يعني بشكل مطلق باختفاء قيادتها بل في عملية يعني صعود وتوليد لقيادات طبعا في بعض الناس بيتوقعوا إن حركة حماس ستقدم تنازلات في سبيل إنهاء الوضع الراهن والبعض الآخر بيقولك بالعكس قد يدفع هذا أمام مزيد من رد الفعل والعنف والمقاومة لكن لا أحد يعرف على وجه التحديد فعلا في ترقب على مستوى العالم ماذا سيحدث في هذا الملف بعد اختفاء شخصية مهمة أصرت كثيرا في حركة حماس وقادتها يحيى الصنوار